الله على الماكرونة السايحة جدا وطعمها يجني النجريسكو الفراخ بالطريقة المزبوطة من غير اي افتكاسات هنجيب اي طاصة او حلة ونحط فيها شوية زيت على زبدة ولما يسخنوا كويس هننزل عليهم بالفراخ المتقطع شرايح بالشكل ده انا بجيب صدور الفراخ وبقطعها شرايح وبخسلها كويس وبعدين بستعملها بعد كده حطيت ملح وفلفل اسود زعتر وبابركة مش هنحط حاجة اكتر من كده عشان ما نغطيش على طعم الفراخ هنقلب كويس جدا على نار عالية ولما تتشوح معانا الفراخ هننزل عليها بفلفل الوان او الفلفل الحامي زي ما تحبي مش هنطول قوي في الفلفل على النار علشان ما يتبلش معانا تقليب على السريع ونطفي النار ونحط زتون مخلي بيديها طعم حلو جدا كده احنا خلصنا الحشوة هنشيلها على جنب ونبتدي ندخل على الخطوة التانية وهي البشاميل طبعا انا سلقت المكارونة اول خطوة وصفتها وشلتها على جنب في مصفة تصفي ميتها وما غسلتهاش بعد كده بجيب الحلة وحط فيها زبدة وزيت وحط عليهم ديء واشوحهم كويس جدا لغاية ما تطلع ريحة الديء كده ويتحمص معايا هحط عليهم لتر كامل من الحليب وهضيف مية لو حبيت لو عندك شربة فراغ بيبقى طعمها حلو قوي بس لو ما عندكش زي انا ضفت مية وحطت عليها مكعبين مرء الدجاج بعد ما حطيت اللبن وبجد بجد كان طعمها طحفة يعني حطينا دلوقتي ديء والزبدة وضفنا عليهم اللبن ولما اتقل القوام ضفت شوية مية وبعدين حطت ملح وفلفل اسود وبعدين هحط كمان مكعبين مرء الدجاج بيضوها طعم حلو قوي كأنه حطت شربة بالضبط واسبها على النار لغاية ما القوام يبقى مظبوط وبعدين هحط كل ده في صانية واحدة مع المكارونا هنجيب صانية ونحط المكارونا اللي سلقناها ونحط عليها الحشوة اللي احنا عملناها بتاعت الفراخ وبعدين هنحط كمان البشاملة على الوش لو انت عروسة جديدة وبتحب تعملي الأكلات دي وتبهير يجوزك بيها سيبالك تطبيق حلو قوي هيساعدك تعملي أجمل الوصفات وتبقى نكحة معاكي من أول مرة وتبقى شيف في مطبخك سيبالك التطبيق موجود في أول تعليق أو في البايو تطبيق حلو جدا وخاص بأكلات رمضان هتلاقي في كل العزومات أو كل الحاجات اللي ممكن تحتاجيها عشان تعملي أحلى عزومة وتبقى مظبوطة معاكي ونكحة من أول مرة زي ما انتوا شايفين بعد ما حطت البشاملة رشت رشة بسيطة من الجبنة المتزرلة علشان تدينا مطة حلو قوي عندك الجبنة المتزرلة ما فيش مشكلة مش عندك عادي خالص حطيها بالبشاملة كده وهتطلع جوسي وتحفى زي ما انتوا شايفين طعمها يجنن يا جماعة اتمنى تجربوها تعجبكم جدا ويقعوا تنسوا تحملوا التطبيق لأنكم هتستفيدوا منه جدا